نفى المركز العالمي لمجلس الوزراء صدور قرار بإلغاء المهام البدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي وقد توصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء المهام الآدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن كما شددت وزارة التربية والتعليم على استمرار تقييم طلاب في المهام الآدائية بشكل طبيعي والتي تعد أنشطة تقييس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها في مادة معينة ويتضمن نظام التقييم الكلية للطلاب تخصيص 60 درجة للاختبارات و 35 درجة للمهام الأدائية و 5 درجات للمواظبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية 100 درجة